ثلاثة وصلنا عام 2024 ولم نكتشف اي حياة على كوكب اخر جيمس ويب هو اعظم تليسكوب اختراعه الانسان على مرة تاريخ جيمس ويب لما انطلق ادانا صور اسطورية عن الانفجار الكبير عن الكون مقاطع في منتهى الجمال والجاذبية روعة علم الفضاء علم الشيط جدا ولما انتبعه بنفتح افقنا كتير جدا على هذا الكون الفسيح لكن كان في اعتقاد عند العلماء 2016 17 18 كان في كلام كتير عن مجموعة نجمية اسمها ترابستوان مجموعة نجمية بمعنى اي زي المجموعة الشمسية بتاعتنا يعني الشمس دي نجم فلان احنا مسميين هذا النجم الشمس فاصبحت المجموعة الشمسية لكن بقى لو مجموعات تانية مش هنسميها الشمسية لان دي نسبة الى الشمس بتاعتنا نسمى المجموعة النجمية اللي هو نجم زي الشمس حواليه كواكب كل الكون كده نجم حواليه كواكب نجم حواليه كواكب وبعدين مجموعات نجمية كتير جدا جدا تعمل مجرة وبعدين بقى العالم فيه او الكون فيه لا عدد لا نهائي من المجرات ففيه مجموعة نجمية قريبة مننا اسمها ترابستوان العلماء لما وصلوا الى ترابستوان قالوا بس خلاص وصلنا الى المكان اللي هنلاقي فيه حياة ليه؟ لان فيه سبع كواكب بتدور حول النجمة زي ما عندنا الشمس وبعدين الكواكب حواليه المريخ والمشتري والزهرة واعتارد وبلوت والارض وهكذا ايضا النجمة ده حواليه سبع كواكب السبع كواكب دول حجمهم متقارب من الارض والسطح صخري وظهر ان هناك مية حتى ان بعض العلماء او 2016 ممكن يكون فيه 250 ضعف المية اللي موجودة في كوكب الارض يعني كوكب الاحلام مية بقى كتير لا تنتهي وبالتالي خير كتير جدا نطلع بقى على هذا الكوكب في المجموعة النجمية ترابستوان لكن جيمس وبجة احبطنا لانه بدأ يصور هذه الكواكب لقينا مش موجود فيها لمية ولا حتى موجود غلاف جوي الغلاف الجوي نفسه مش موجود وبالتالي الحياة مستحيلة درجة الحرارة مرتفعة جدا الانسان لو راح هينصهر في هذا الكوكب فالعلماء بدأوا يحبطوا من التصوير اللي حصل لهذه الكواكب ترابستوان بنلاقي اول كوكب بي وبعدين سي دي اي اف جي اتش السبعة دول فيبقى ترابست واحد اي فيبقى ترابست واحد بي ترابست واحد سي وهكذا لما بعت لنا جيمس وب صور دولة العلماء محبطين بيقولوا ممكن ما يكونش فيه اي حياة موجودة في المجموعة النجمية ترابست واحد ديت وانه التخيولات اللي عندنا اللي هلاقي حياة في الكواكب الاخرى بدأت تتراجع ويبدو ان ما فيش عدد كبير من الكواكب ممكن تكون في حياة قلنا قبل كده ان الملياردير جيف بيزوس اللي هو مؤسس شركة امازون لما استقال من رئاسة الشركة اللي بيمتلك جزء كبير منها وعمل شركة فضاء تنافس الون ماسك قلنا ان هو بيحاول انه يشتغل على ان الانسان يوصل للفضاء قلنا قبل كده انه ادى تصريحات ان تريليون انسان هيعيشوا في الف كوكب فيما بعد كل كوكب فيه مليار نسمة قلنا الكلام ده كلام خيالي وكلام لا معنى له في العلم وخارج العقل وبالتالي كل ما نلاقي تقاريجة من جمس ويب بتحبطنا ان ما فيش حياة في كوكب اخر بالضرورة ورغم ان المجموعة النجمية دي على بعد 40 سنة ضوئية يعني الصور اللي بتيجي بقالها 40 سنة من قبل كده ب40 سنة الا انه كل شاب نكتشف ما فيش كواكب عليها حياة حتى الان 2024 ومن ثم يجب احنا نفكر في كوكبنا ان هذا الكوكب لا بديل على ولا غنى عنه وكل كلام عن كواكب تانية كلام شيء ممتع ينفع افلام ينفع محاضرات ينفع شيء يعني يفتح الخيال لكنه غير واقعي كل هذا اهضار للعقل اذا فكرنا جديا في الانتقال لكوكب اخر ليس لنا الا هذا العالم وليست لنا الا هذه الارض لا بديل في هذا الكون وفاصل ونكمل ترجمة نانسي قنقر